بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عزائي طلبة الفيزياء الدرية والجزائية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم نكمل درسنا عن الـ Quantum Stastical Mechanics وذكرنا سابقا في المحاضرة السابقة المثال من الكتاب طبعا كان ولكنه مثال جيد عبارة عن ثلاث جسيمات بدي أوزعها على One Dimensional Infinite Potential Will Energy Levels فلما وزعنا هذه الجسيمات الثلاث ممكن أن نتوزع في Ground State وهكذا توزيعات مختلفة إذا كانت هذه الجسيمات Distinguishable وفي ذلك المثال ذكرنا ما هي الـ Different Configuration اللي ممكن أن نتحقق لطاقة 363 E0 تذكرها فكانت هناك 4 configurations الأول كان عبارة عن Levels 11 11 11 11 11 11 11 11 11 طبعا هو عبارة عن حالة واحدة و Levels or Level 5 13 13 كان عبارة عن 3 different states هذا configuration number 2 فكان عبارة عن 5 13 13 13 5 13 13 13 5 إذن هذا الـ Configuration يمكن أن يوجد 3 different states الآن الـ Configuration اللي بعده عبارة عن أيضا 3 different states والـ Configuration الرابع عبارة عن 6 different states وكان مكون من 5 7 17 فممكن أن أعمل تباديل فأجد بأنه الـ Different states التي تحتوي على Levels 5 7 17 هي عبارة عن 6 different states الآن ضمن درسنا هذا The most probable Configuration هو عبارة عن Configuration number 4 ليش لأنه عبارة Configuration يحتوي على 6 different states 6 different states فهذا الأكثر احتمال لكن الآن بدنا ندرسها بشكل عام بدنا ندرسها بشكل عام وبدنا نضعها في صيغة رياضية وهذا الصيغة الرياضية إن شاء الله كمان المحاضرة القادمة أيضا ستتجلى أكثر وأكثر فنجد نفسنا وقد أصبحنا ضمن درس من دروس الإحصائية الآن In Thermal Equal Perium في الاتزان الحراري نعم الاتزان الحراري ذكرنا بأن الجسيمات تنقل الطاقة من بعضها إلى بعض أو ممكن أن تتحول طاقتها من طاقة انتقالية إلى طاقة دورانية وهكذا الآن فهي موزعة في states هذه الممكن أن تتوزع فيها طبعا الطاقة ستكون عبارة عن طاقة ثابتة لما يكون في عن Thermal Equal Perium لكن ممكن هذه الاتزان سنتقل من states إلى states بحيث بحيث تحافظ على total energy لهذه الجسيمة الآن جميع states جميع states كما في المثال السابق التي كانت عبارة عن 13 states في المحاضرة السابقة هي عبارة عن إيكوالي الاتزان الأكثر هو الاتزان الذي يحتوي على different states أكثر فالآن the most probable configuration اللي هو الconfiguration N1 N2 N3 اللي هي عبارة عن incubation number اللي هي عدد الجسيمات التي يمكن أن أضعها في level رقم 1 level 2 level 3 is the one that has maximum value of Q هو الconfiguration الذي يمتلك أكبر قيمة للQ كما في configuration number 4 اللي هو يمتلك 6 different states أكبر شي طبعا هذه الجسيمات عندما تتوزع عندما تتوزع هذه الجسيمات يجب أن تكون خاضعة ل two constraints إلى قيدين قيود أول قيد أن الجسيمات لا تفنى ولا تستحدث هذه الجسيمات عددها ثابت فإذن summation over summation over occupation numbers must be equal total particles فالآن مجموع مجموع أعداد الإشغالات اللي هي N1 N2 N3 لازم تساوي العدد الكل للجسيمات العدد الكل للجسيمات constraint رقم 2 الطاقة يجب أن تكون محفوظة فإذن عدد الجسيمات أو عدد الإشغال N ضرب N وأجمع عليهم من 1 إلى infinity يجب أن تساوي total energy بمعنى آخر لو أخذنا configuration number 1 من المحاضرة السابقة configuration number 1 كان occupation number يساوي صفر في جميع الحالات for every N except for N تساوي 11 لل N تساوي 11 فكانت عند N تساوي 11 تساوي 3 لأن 3 جسيمات كانت موجودة في نفس اللفل ف3 ضرب طاقة ذلك اللفل كانت عبارة عن Na تربيع زائد N B تربيع زائد NC تربيع إذا كانت distinguishable ونحن نتحدث بداية عن distinguishable فكانت عبارة عن ثلاثة ضرب بين قوسين 11 تربيع زائد 11 تربيع زائد 11 تربيع سنسكر القوس في E0 هذه لازم تساوي Total Energy طيب إذا اختلف الستate لازم أيضا ترجع عندي Occupation Number ضرب أو Resumption على Occupation Number ضرب Energy for Each Level لازم تساوي Total Enel بمعنى آخر إذا أصبحت هذه الجسيمات ضمن الثمن الستate 5 7 17 شو لازم تطلع هذه العلاقة لازم تطلع عبارة عن E بمعنى آخر كان 5 7 17 إذن N الخمسة كانت تساوي 1 في E E الخمسة زائد N السبعة في E السبعة زائد N السبعة في E السبعة شو لازم تطلع لازم تطلع 363 لازم تبقى ثابتة هذا ضمن Thermal Equal بمعنى آخر لا في طاقة يفقدها هذا النظام ولا في طاقة يكتسبها هو عبارة عن متزن متزن حراريا الآن رياضيا أنا في عندي عدة معادلات هذه المعادلة هذه المعادلة التي هي QN وجدناها سابقا لكل من Distinguishable Particles و Identical Bosons و Identical Fermions فإذن QN هي عبارة عن معادلة وهذه المعادلة هذه المعادلة تعتمد على Multi Variable Multi Variables اللي هي N1 N2 N3 هذه متغيرات هذه تتغير إذا تغير ال Configuration تتغير ال N فهي تعتبر متغيرات كأنها XYZ وهكذا أيضا هذه المعادلة تخضع إلى هذه القيود اللي هي Summation على N sub N تساوي N وهذا القيد أيضا فإذن لدينا ثلاث علاقات أو ثلاث معادلات الآن السؤال الرياضي كيف نجد ال Configuration الأكثر احتمالا The Most Probable Configuration The Most Probable Configuration can be found using what's so called Lagrangian Multiplayers Lagrangian Multiplayers Lagrangian Multiplayers method هذه الطريقة التي هي طريقة مضروب Lagrangian تستخدم بشكل عام هي طريقة رياضية تستخدم لإيجاد القيم القصوى سواء كان قيم قصوى أو قيم دنيا لأي اقتران وهذا الاقتران يكون علي Constraints وهذا الاقتران يكون يكون يخضع نعم يخضع لي Constraints ويكون عبارة عن اقتران في عدد عدد من المتغيرات ليس متغيرا وعد يعني ما أقول F of X ممكن أن نطبقها على اقتران ذو متغير واحد مثلا F of X الآن لإيجاد هذه لإيجاد القيمة القصوى طبعا هذه تستخدم لإيجاد Extreme Values Extreme Values اللي هي القيم الدنيا والقيم القصوى الثنتين مع بعض لكن نحن بدنا نستخدمها لإيجاد القيم القصوى للكيو بمعنى بمعنى آخر يا جماعة نحن نريد نحن نريد إيجاد قيمة المتغيرات انتبهوا لها نريد أن نجد قيمة المتغيرات N1 N2 N3 التي تجعل منك قيمة قصوى التي تجعل منك قيمة قصوى خلينا أكتب القياها إذن المطلوب أفضل نزل الخط عشان نكون في سعة إذن المطلوب أه بالعرب غير موجود أفضل هاي غير موجود so we need to calculate N1 N2 و هيكذا that maximize sale نريد حساب اللي هي والتي تجعل من قيمة عظمى الآن لكي نتعلم ما هو يمكن أن نشاهد هذا الفيديو ممكن أن يعطينا كذا مثال على ذلك أيضا موجود هذه الطريقة في كتاب ماري بوز اللي هو كتاب الفيزياء الرياضي ممكن ترجع له أو ممكن تشاهد هذا الفيديو للتوضيح لكن نحن نأخذ هنا توضيح مبسط توضيح مبسط إذن كيف تعمل في حساب الماكسيمم الحقيقة ممكن تكون دنيا وممكن تكون عظمى لكن نحن نبحث عن العظمى لتعمل الماكسيمم 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 الحقيقة إذا بدي أنا أعمل على على إيجاد القيمة القيمة أو أوجد قيم X1 X2 X3 X3 الآن هذا الفنكشن اللي نفترض أنه Subject to some constraints اللي هي F1 X1 X2 X3 تساوي صفر طبعا نبدأ أساويها بالصفر أعمل على أنه أخلي هذه الفنكشن تساوي صفر الكنسترينت رقم 2 الكنسترينت رقم 3 and so on قد ما عندي constraints أستخدمها الآن لاحظوا يا جما We introduce a new function بدنا نحاول أن نستحدث اقتران جديد هذا الاقتران الجديد هو عبارة عن J هو عبارة عن G عفوا G X1 X2 X3 وهكذا تساوي الاقتران اللي بدي أعمل على إني أحسب على أنه يصبح قيمة عظمة زائد لمدة 1 هاي عبارة عن constant في الكنسترينت رقم 1 زائد لمدة 2 في الكنسترينت رقم 2 وهكذا وهكذا هاي المعادلة مقصوصة أحاول أن أعدلها إن شاء الله بعد الفيديو الآن يا جما بعد ما أكتب المعادلة بهذا الشكل هذه اللمدة 1 واللمدة 2 تسمى تسمى Lagrangian Multiplayers Coefficient اللي هي معاملات معاملات أو القيم Lagrangian المضروبة بهذه المعادلة الآن لإيجاد قيم X1 و X2 و X3 التي تجعل من هذه المعادلة أو من F قيمة عظمة نستطيع أن نحسبها من خلال أخذ المشتقة أخذ المشتقة ل G وتسويتها بالصفر وتسويتها بالصفر فالآن نأخذ المشتقة Partial G طبعا Partial لأنه عندي أكثر من متغير Partial G Over Partial Lambda N تساوي أيضا 0 تساوي 0 فإذن بدي أخذ المشتقة بالنسبة للمتغيرات أيضا بالنسبة ل Lagrangian Multiplayers وأخليها تساوي صفر ممكن أني أحتاج جميع هذه الخطوات مرات ممكن أن نحتاج ها جميعها الآن To solve and and solve solve it to find لاحظة solve it حل هذه المعادلات اللي ممكن أنك تجدها حلها وأوجد قيمة X1 X2 X3 وهكذا which maximize التي تجعل من F كذا كذا قيمة عظمة فإذن يجب أني أكتب الاقتران الجديد G بدلالة الاقتران الموجود معي اللي بدي أعماله maximization زائد لمدة 1 في الconstraint الأول لمدة 2 في الconstraint الثاني شو بدنا نعمل الآن In our case It's little easier to work with the with the logarithm of Q instead of Q itself ليش يا جماع لأنه أنا بدي أستخدم أستخدم هنا بدل ال-F بدل ال-F بدي أستخدم ال-Q لأنه هذا ال-Q هو اللي بدي أعماله maximization لكن يا جماعة تذكروا بأنه ال-Q كان عبارة عن محصلة ضرب انتبهوا محصلة ضرب محصلة ضرب محصلة ضرب الآن محصلة الضرب صعب أنه تعامل معها كمشتقة لأنه مشتقة الضرب يعني طويلة جدا طويلة جدا وبما أنه المحصلة تمتد من واحد إلى المال النهاية يعني تصبح معقدة كثيرا طيب الآن كيف أفك هذا الضرب نستطيع أن ننفك هذا الضرب إلى حدود إلى summation نستطيع أن ننفك محصلة الضرب إلى summation إلى مجموع والمجموع أسهل للتعامل معه كderivative بدون أن نخسر نخسر من عمومية هذا الاقتران راح نأخذ اللغريثم لل-Q بدلا من Q نفسها بدلا من Q نفسها فلذلك مرات في بعض الاقترانات لما هذا الاقتران تكون قيمته عالية جدا يعني يقفز قفزات كبيرة جدا مثلا عند X تساوي 1 يكون قيمته مثلا 10 عند X تساوي 2 قفز قيمته إلى 1000 عند X تساوي 3 تقفز قيمته إلى المليون فهذا صعب أن نرسم هذا صعب أن نرسم يعني شو هل تستخدم وترسم صعب أنك ترسم فلذلك مرات نستخدم ما يسمى logarithmic scale logarithmic scale أنه نأخذ logarithm لقيمة function فلغريثم العشرة مثلا لو أخذنا logarithm الباس له 10 فلغريثم العشرة 1 logarithm 1000 3 logarithm المليون عبارة عن 6 فأصبحت القيم أسل ونفس الإشي يعبر يعبر عن قيمة الاقتران ما خسرنا من عمومية الاقتران إشي فقط أننا غيرنا scale فلذلك هنا أنا غير scale من q لحالها إلى logarithm q logarithm q or ln natural logarithm natural logarithm السبب أيضا في سبب آخر أنه هذا q عبارة عن محصلة ضرب محصلة الضرب إذا أخذ المشتق معقد جدا ف لن يحول محصلة الضرب إلى محصلة جمع فمثلا أنت عندك محصلة الضرب x1 في x2 في x3 تطلع طويلة جدا إذا بدك تشتغل مثلا بالنسبة لx1 ممكن تكون x1 مكرر أكثر من مرة فلذلك تطلع طويلة جدا فلذلك لما نعملها كصميشن ستطلع لن x1 ضرب x2 ضرب x3 تطلع تساوي داخل لن لما تأخذ لها لن هذا من خصاص لن المسألة بشكل كبير جدا فلذلك هذا الجيس يصبح بدل ال-f الاقتران اللي شرحنا في صلاح السابق بدنا نأخذ ال-n-q لن نخسر من عمومية هذا الاقتران شي زائد زائد ال-constraint الأول ال-constraint الأول بدأ أخذه أساويب الصفر فإنقلوا هذا هذا ال-summition إلى الطرف الآخر شو يصبح يصبح 0 تساوي n-summition مضبوط لله فتصبح n-summition على n تساوي 1 لل-infinity في n sub n إذن هذا يساوي صفر هذا يساوي صفر لكن كتبت ال-constraint فضربت في لمدة اللمدة في هذه الحالة عشان بدأ أميزهم كتبت ألف كتبت ألف اعتمد الطريقة الكتاب ممكن أخذها لمدة واحد أخذها لمدة واحد لكن اعتمد طريقة الكتاب ألف هي نفسها لمدة بس كتبناها بمسمة آخر زائد لمدة 2 كتبناها في هذه الحالة بيتا في ال-constraint رقم 2 وهو هذا نأخذ ال-summition إلى الجهة الأخرى فيصبح سالم وأنه تصبح صفر فهذا ال-constraint أصبح صفر هذه معادلة رقم واحد هذه معادلة عامة هذه هو عبارة عن اختران G فإذن في هذه المعادلة سوف نعوض مكان ال-Q طبعا ال-Q تعتمد على أنه distinguishable particles or bosons or fermions حسب و-alpha و-beta هي تسمى Lagrangian Multiplayers مضروبات Lagrangian الآن يا جماعة خلينا نأخذ لأول حالة اللي هي عبارة عن الجسيمات المتمائزة Distinguishable Particles اللي هي الجسيمات المتمائزة اللي يمكن تميزه عن بعضها بعضا وهي شبهة كلاسيكية الآن ال-Q لها تذكروا من المحاضر السابقة ال-Q لـ configuration لها يساوي اللي هو عبارة عن N فيكتوريال في محصلة الضرب لاحظوا فيها محصلة الضرب DN اللي هي ال-Degeneracy لكل level مرفوع للقوة ال-Occubation number مقسومة على ال-Occubation number فيكتوريال فيكتوريال الآن لاحظوا يا جماعة الجي الجي شو راح تساوي راح تساوي لن ال-Q لن ال-Q هاي عبارة عن متغير مضروف في هذه المتغير فراح تطلع إيش لن هذا المقدار زائد لن هذا المقدار الآن راح تساوي لن هذا المقدار اللي هو ال-N فيكتوريال زائد لن هذه المقادير اللن لهذه المقادير بما أنه مضروبة ضرب كلها بعضها ببعض راح تطلع summation راح تطلع ال-N d-N 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 للقوة N على N فيكتوريا بما أنه هذول عبارة عن بسط ومقام نحن نعلم من خصائص ال-N أنه هاي عبارة تساوي لن هذا المقدار ناقص لن هذا المقدار ما زبطوا للا فراح تطلع N عبارة عن لن d قوة N طبعا لما تكون ما داخل ما داخل اللن مرفوع للقوة هذه القوة ممكن أنها تنزل بجانب اللن هذه من خصائص من خصائص اللغاريثم فالآن هاي عبارة عن لن dN للقوة N القوة نزلت بجانب اللن بمعنى آخر لن ال-X تكعيب اللي هي X قوة 3 تساوي 3 في لن ال-X القوة أخذت على جنب أصبحت مضروبة ضربا فيها هاي من خصائص اللن ناقص لأنه هاي في المقام لن ال-N فكتوريال ال-N صب-N فكتوريال الآن لاحظوا يا جماعة زائد هذا المقدار زائد هذا المقدار اللي كتبناهم سابقا هذولا ما تغير ما تغير الآن يا جماعة for large occupation number N صب-N بإمكاننا نستخدم طريقة وهي تسمى sterling approximation وهاي أنا واضحة ك-hyperlink فsterling approximation can be used to rewrite لن ال-N فكتوريال الآن طبعا هاي إذا ضغطت عليها تفتح لك صفحة ويب صفحة انترنت وراح تلاحظ الطريقة اللي استخدموا فيها استخدموا فيها لتقريب هذا الرقم لن صب-N هنا لن صب-N واحد أو لن صب-N بشكل عام هاي لازم تكون فيها واحد واحد الآن لن ال-N واحد فكتوريال لن لل-N واحد فكتوريال هاي تساوي تقريبا N واحد في لن ال-N طبعا شلنا الفكتوريال من هنا فكينا الفكتوريال ناقص N واحد ناقص N واحد رائع اعطيكو هنت شو اللي صار مش ال-N فكتوريال داخل ال-N تصبيع عبارة عن سميشن لانه هاي عبارة عن آه عبارة عن N واحد في N واحد ناقص واحد في N واحد ناقص اثنين في N واحد ناقص ثلاث وهكذا لحتى نصل الى ايش لحتى نصل الى ال ان تساوي القيمة صفر فكتوريال لحتى تصفر الصفر الفكتوريال هي عبارة عن واحد فاين فهي ارقام متسلسلة وهي ايش وهي عبارة عن مجموع الاول زائد المجموع الثاني زائد المجموع الثالث وهكذا الان هذه الاتصبح الاتصبح عبارة عن الاتصبح عبارة عن بما انه سميشن سميشن الاتصبح عبارة عن انتغريشن هنا يعني لو عممناها سامحوني خلينا ارجع خلينا اعممها واكتبها بدلالة بدلالة الان هنا خلينا اكتبها بدلالة الان هنا صب ان هنا بدل منه واحد خلينا نسميها صب ان خلينا صب ان صب ان وهذه صب ان فغيرناها بهذه الدلالة افضل بالتعميم فاذا اصبحت بهذه الدلالة فاذا الان تصبح عبارة عن سميشن تصبح عبارة عن سميشن اللي هي الان زائد الان الان ناقص واحد وهكذا فالان هذا السميشن يمتد من صفر للمالة نهاية من صفر للمالة نهاية فهو عبارة عن ايه عبارة عن انتغريشن او يمتد من رقم معين من صفر الى رقم معين فهو عبارة عن انتغريشن يعني ممكن تحويل الى انتغريشن اذا عملت هذا الانتغريشن راح تجد بانه هذا الانتغريشن يمكن ان تكون نتيجته هذه النتيجة نتيجته هذه النتيجة فارجع الى هذا الهايبر لانج ممكن انه تجدوها وهي سهلة نوعا فاذا الان للان صب ان فكتوريال تساوي تقريبا ان صب ان في الان الان صب ان ناقص ان صب ان هاي ضرورية جدا لانه الفكتوريال المرات صعب ان نتعامل معه في لانه هاي الاقتران بالاخير بدي اشتقه فلذلك فلذلك هنا اصبحت الجي اصبحت الجي خلينا اعطيكو اياه من هنا هذا عبارة عن ثابت هذا خلوه ليش لما اخذ المشتقة هذا ثابت رقم ثابت لما اخذ المشتقة فالن هنا اي 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 اشتغل هذه المعادلة الآن هذه ثابتة اي ثابتة يظل عندي هذه هذه ال-lin-n-sub-n-factorial تصبح بهذه الدلالة الآن عوضها هنا الآن لاحظوا هذه داخل summation الآن لاحظوا وهذه عليها summation وهذه عليها summation اللي عليهم summation بدأ جمعهم في طرف بدأ جمعهم في طرف في أول المعادلة فلذلك تصبح summation على n تساوي 1 ل-infinity n-sub-n-lin-dn هذا أول حد اللي قلنا ما يتغير ناقص هاي ال-lin لل-in-sub-n-factorial أصبحت n-sub-n لن ال-in-sub-n-na زائد n-sub-n لأنه هي مضروبة بسالب فهاي أصبحت سالب وهاي سالب في سالب أصبحت موجب ناقص الحدود اللي هي في اللي فيها ألف اللي فيها بيتا حطيتهم مع بعض جمعتهم مع بعض شو ظلي عنا يا جماعي ظلي عنا هذا الرقم اللي كان بأول المعادلة لن ال-in زائد ألفا في total number n زائد بيتا في total number n في e n في e فجمعتهم لحال أظر جمعتهم لحال هنا ما في حتى ال-e هنا عفوا هنا ما في هذه n غير موجودة خطة طباعي هذه أي خطة طباعي غير موجودة هذه طيب لاحظوا يا جماعة فأصبحت هذه المعادلة الأخيرة ثوار الآن consider the partial g over partial n sub n لأنه n sub n هي عبارة عن متغيرات متغيرات تساوي صفر طبعا هذه ال-derivative بدأ ساويها في الصفر الآن لما تأخذ المشتقة لاحظوا يا جماعة هذه المشتقة هذه المشتقة بدك تساويها بالصفر هذا الطرف مشتقته شو تساوي صفر تساوي صفر ليش لأنه ثواب الآن نأتي إلى ما داخل المشتقة ما داخل المشتقة هي عبارة عن لن ال-dn لما أشتقة بالنسبة لن sub n فتبقى عندي لن ال-dn هذه شو مشتقتها مشتقتها لن ال-n ناقص ناقص اللي هي ناقص n في مشتقة لن مشتقة لن واحد على n فشو راح تطلع راح تطلع عبارة عن واحد زاء طبعا بالسالب سالب واحد وهي مشتقتها واحد فيروح مع بعض يروح مع بعض شو ضلي عندك يضلي عندك هذا الحد وهذا الحد اللي اشتقيناهم بالأول وهي شو مشتقتها الفا وهي شو مشتقتها مشتقتها بيتا en واضحة الآن هاي بدأ سويها في الصفر فهي تساوي صفر for each for each n for each n تساوي صفر يعني للن تساوي واحد يجب أن تساوي صفر للن تساوي اثنين يجب أن تساوي صفر وهكذا الآن خلينا نجري حل للن قيمة التي تجعل من تجعل من القيمة ماكسيم فإذا حلينا هذه المعادلة لاحظوا انقلوا هذه إلى الطرف الآخر أو عفوا انقلوا هاتين إلى الطرف الآخر شو راح تصبح هاي راح تصبح بما أن الإشارة بينهما سالم راح تطلع لن لن dn على n sub n أرجو أن تكونوا معي خلينا نكتب لكم اياه هاي عبارة عن لن dn على n sub n هاي تطلع بهذا الشكل بهذا الشكل هاي انقلوها إلى الطرف الآخر لما ننقلها إلى الطرف الآخر يظل عندي هذا المقدار الآن كيف بدأ أفك اللن من خلال إيش من خلال إني أخذ الاكسبونانشل لما نأخذ الاكسبونانشل شو تطلع معنا dn over n sub n تساوي اكسبونانشل هذه القيمة اكسبونانشل هذه القيمة الآن لاحظوا يا جماع طبعا هاي قبل للطرف الآخر تصبح بالعكس هاي تصبح n sub n وهي تصبح dn ليش لأنه هاي اللي تصبح بالسالب وهي تصبح بالموجب مزبوط للا لما نأخذ من الطرف الآخر فتصبح لن الان sub n d sub n الآن لما نأخذ الاكسبونانشل راح تطلع عن n sub n على dn تساوي اكسبونانشل هذا المقدار هاي اكسبونانشل هذا المقدار اضرب الطرفين بدين تطلع عنا the most probable occupation number هذا هو فالآن هذا هو occupation number اللي هو للconfiguration للconfiguration أو الذي يجعل certain configuration has maximum value of distinct states فالآن لو اخذناها للمثال السابق راح تطلع هي عبارة عن configuration number 4 فالآن لو جينا حسبنا n 0 عفوا n 1 0 n 2 0 n 5 1 وهكذا لكن حقيقة نحن لا نعرف الالف والبيت لحد الآن فبنا نجري حل من أجل أن نعرف الالف والبيت لكن هذا للمحاضرة القادمة ننتقل الى identical bosons وفي identical bosons أخذنا سابقا في المحاضرة السابقة number of configuration of different states in this configuration التي تعطى بدلالة Q تساوي محصلة الضرب التالية الآن نفس المعالجة الرياضية السابقة بدنا نكتب الاقتران الجديد G of n1 n2 n3 ثم بعد كتابة هذا الاقتران نشتق هذا الاقتران بالنسبة ل N sub n سنجد في هذه الحالة أن الاقتران يعطى بالعلاقة التالية ln في n sub n زائد dn ناقص 1 ناقص n sub n ناقص ألف ناقص بيتا en لاحظوا أنه هذا الاقتران سهل جدا أنه نحسب من خلاله n sub n بعد أن نساوي هذه الاقتران بالصفر أو هذه المشتقة بالصفر وهي الشرط للحصول على أو الشرط لماكسيمايز qn أنه نساوي هذه المشتقة بالصفر ونحسب هذه المتغيرات ماذا تساوي فبعد أن نساويها بالصفر رحين نجد أن ال n sub n تساوي dn ناقص 1 في exponential ألف زائد بيتا en ناقص 1 طيب هذه سهلة الآن لما نساويها هنا بالصفر يعني لو كتبنا هنا تساوي صفر أي تساوي صفر مساوى بالصفر مساوي بالصفر انقلوا هذا الطرف ناقص ألف ناقص بيتا انقلوا للطرف الثاني راح يصبح موجب موجب كاملا الآن linn n زائد dn ناقص 1 ناقص linn الآخر لما linn بينهما إشارة سالب two linn بينهما إشارة سالب معناته أن الارجومات داخلة linn هي عبارة عن حاصل قسمة الطرفين فهي راح تطلع عبارة عن linn n sub n زائد dn ناقص 1 على n sub n الآن لاحظوا يا جما هنا راح تكون عبارة تقسيم هنا خلينا بس غير اللون لأنه هذا ليس من الأصل الكتابة تقسيم n sub n فشو راح يصير راح يصير أنه n sub n هاي راح تصير عبارة عن 1 طبعا بعد ما ناخذ الأكسبوننشل ال linn راح تختفي صح ولا لا وهنا يصبح ألف زائد بيتا en بالموجب دي روبات فالآن n مع n sub n مع n sub n راح تصير 1 هذا الواحد انقلوه للطرف الثاني شو راح يصبح سالب سالب الآن لاحظوا شو يبقى عندي dn ناقص 1 على n sub n الآن انقلوا n sub n إلى الطرف الثاني وال exponent ناقص 1 انقلوها لهذا الطرف تصبح بالمقام فتصبح العلاقة dn ناقص 1 على e exponential alpha زائد beta en ناقص 1 لاحظوا في حالة البوزون هاي خطيرة المسألة الآن إذا كانت هذه الارغومنت تساوي صفر إذا هذه الارغومنت تساوي صفر سويناها بالصفر شو تطلع exponential الصفر exponential الصفر شو تطلع 1 1 ناقص 1 صفر أي شي مقسم على الصفر غير معرف أو infinite infinite number فالآن في بعض حالات عندما تكون هذا الارغومنت تساوي صفر فإن occupation number لذلك level سيساوي infinite number أستطيع أني أضع فيه عدد لا نهائي من الجسيمات في ذلك اللفل لكن بشرط أن تكون alpha زائد beta en تساوي صفر هذه العملية تسمى البوز ein ستين كوندنسيشن تكاثف بوز ein فهي المسألة خطيرة هنا السال ننتقل إلى النقطة الأخيرة ال identical phanomus لاحظوا يا جماعة محصلة الضرب لل q تساوي dn factorial على n sub n factorial في dn ناقص n sub n فكتوريا نفس المعالجة الرياضية السابقة أرجو أن تحلوها أرجو أن تحلوها تكتبوا النو function اللي هو عبارة عن g بعد ما نكتبه نشتق بالنسبة ل incubation number n sub n فنجد هذه العلاقة رحين نجد هذه العلاقة الآن لحل هذه العلاقة ساووها بالصفر نفس العملية السابقة تساوي صفر من أجل أن نحصل على قيمة incubation number اللي تجعل من q maximum فالآن انقلوا الألف والبيتا إلى الطرف الثاني تصبح موجب هاي تصبح lin dn ناقص n هاي لأنها عبارة عن موجب lin لها موجب وهاي سالب فتصبح lin dn ناقص n على n على n ساب n فراحة تصبح عبارة عن dn على n ناقص واحد الناقص واحد انقلوا للطرف الثاني تصبح موجب واحد فلذلك أتت هنا موجب واحد إذا حلينا المعادلة بالنسبة للن سنجد أن تساوي dn اللي هي الدي جنراسي على لألف زائد بيتا en زائد واحد لحظة هنا تختلف عن المسألة السابقة حتى لو الارغومنت أصبحت تساوي صفر هنا ما في مشكلة طبعا هذا الارغومنت لا يمكن أو هذا الارغومنت لا يمكن أن يساوي سالب واحد فهنا لن نحصل على infinite number وإنتوا عارفين أن الفيرميونز لا يمكن أن نضع يسايمين متماثلين تماما في نفس مستوى الطاقة فهنا لا يحصل بالنسبة للفيرميونز إنما يحصل بالنسبة للبوزونز أخيرا ما ما هي الألغرانجان مالتي بلايرز اللي هي الألف والبيتا هذه محاضرتنا القادمة سنتعرف ما هي الألف والبيتا ونربط ذلك مع ثيروم ديناميكس ونربط ها مع ميكنس هذا بالنسبة من محاضرتنا يطيقوا العافية ودومتم بخير